تقرير المصرف البحرين المركزي تقرير المصرف البحرين المركزي وجاءت الأرقام التي نشرها مصرف البحرين المركزي مبرهنة لنجاح الجهود الحكومية في الحفاظ على السوق والقدرة الشرائية فيه تقرير لمصرف البحرين المركزي أشار إلى أن عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية خلال شهر يوليو الماضي بلغت أكثر من 12 مليون عملية وهما يمثل ارتفاعا بنسبة 10.19% على أساس سنوي و13.16% على أساس شهري وشملت تقرير أيضا على قيمة عمليات البيع حيث بلغت 309 ملايين دينار بحريني ومثلت عملية التجارة الإلكترونية من هذه القيمة التي ذكرت نسبة 35.16% ويعتبر قطاع الخدمات الحكومية بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي في المقدمة حيث بلغت القيمة حوالي 91.5 مليون دينار بينما مثل قطاع المطاعم هذه الإحصائية بقيمة تجاوزت 37 مليون دينار وجميع الأرقام التي طرحها التقرير تؤكد ما ساعت له الحكومة الموقرة بالحفاظ على السوق البحريني وتعزيزه من خلال المبادرات التي من شأنها أن تجعل حركة البيع والشراء تأخذ منحا تصاعديا خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية ومنها سوق مملكة البحرين والمنح التصاعدي تؤكدها أيضا النتائج التي أظهرها مسح قياس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال الذي أجرته إدارة الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022 حيث أن 91.1% من المؤسسات التجارية بمملكة البحرين تتوقع أداء مستقرا لأداء الأعمال خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل ارتفع عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري بحسب الإحصائية ترجمة نانسي قنقر